أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم إلى هذا الفيديو الجديد الدول المتقدمة في العالم تتسابق للاختراعات التكنولوجية الاختراعات في مجال الطب كيف يتم يعني الوصول إلى صناعات دوائية معينة لإنقاذ حياة البشر ولبيع تلك الأدوية أيضاً الاستثمار في المجالات التكنولوجية يعني مثلاً صناعة الهواتف صناعة الحواسيد أعطيكم معلومة بس شركة أبل تحقق أرباح بأكثر من 100 مليار دولار سنة 2023 مارتين ميزاني تونس أكثر من 100 مليار دولار هذه شركة واحدة اللي هي شركة الهواتف شركة أبل شركة الهواتف الآيفون وهناك يعني دول تستثمر في كما قلت صناعات العسكرية يعني شركات السلاح شركات الطيران إلى غير ذلك ولكن ويفتخرون بهذا ولكن احنا نجد مع الأسف دول تقول أنها دول عظمى بيش تفتخر خلونا نشوفوا هذا الفيديو قريباً في مكة المكرمة أكبر صالة السينما راح تقوم في مكة المكرمة قريب جامعة ثم القرى وانت متج على الهداء طريق الكر راح يكون هنا جميع الفعليات أو البوليفارد العالمي في مكة المكرمة راح يقوم في هذا المكان كما تشاهدون المشاريع أكثر من 75 شركة عالمية تقوم في هذا المشروع أخوكم المتحدث عباد المطرفي من منطقة مكة المكرمة بالتحديد أتمنى لكم التوفيق جميعاً ودمتم سالمين أغانمين وإلى اللقاء أكبر سينما في المملكة العربية السعودية وفي العالم هذا هو الشيء الذي تفتخر به المملكة العربية السعودية وهذه رؤية 2030 رؤية محمد بن سلمان القائمة على التوجه الترفيهي والطابع الترفيهي للمملكة العربية السعودية باعتبارها دولة الترفيه في الشرق الأوسط يعني عوض أن يكون هناك افتخار ببناء أكبر جامعة لتنوير العقول وليكون هناك جيل متعلم في مجالات العلوم في اللغات في الكثير من العلوم المتقدمة في العالم أو ربما بناء مدينة طبية وكلية طب أو بناء مصانع عسكرية دفاعية بدل الارتماع في أحضان الأمريكي وطلب المعونة من الأمريكي والحماية الأمريكية اليوم تفتخر المملكة العربية السعودية والإخوة السعودين يعني تعجبهم كلمة السعودية العظمة بيش عظمة بالترفيه بجلب الرقصات والحفلات والمهرجانات وتركي قال شيخ شفت له منشور وكيف شعلت ذلك درت قال شهر بين أمريكا وبريطانيا وكردا قال امبهرت بأن الترفيه عنا في المملكة العربية السعودية أفضل من الغرب قال السينما عنا في السعودية أفضل من السينما في الغرب قال كل شيء عنا في السعودية أفضل من الغرب يعني الآن هم يفتخرون بالترفيه في المملكة العربية السعودية ولا يفتخر يعني مجتمع مستهلك ثقافة العلف مع الأسف اليوم المملكة العربية السعودية يا إختي والله أنتم تسيرون في نهج خطير الله سبحانه وتعالى منى عليكم بثروات طبيعية عوضة أن تستثمروها في تقوية بلدكم في الصناعات في التنافس يعني في صناعة الأشياء التي ربما ستقوي المملكة وتقوي محيطها وتقوي العرب والمسلمين ستنافسون الآن في بناء أكبر سينما وأكبر قاعة رقص وبوليفار ومش عارف إيش عندكم الأموال الآلي ماذا لا تستثمروها في الصناعات العسكرية بدل يعني طلب الحماية الأمريكية إيران جارتكم استثمر مواردها رغم الحصار في صناعة الطائرات المسيرة والسواريخ الباليستية والسواريخ الفارتصوتية والذهب نحو مشروع النووي والآن يعني الأمريكي خائف من صناعاتها والإسرائيلي ويعني تهدد الآن إسرائيل وتهدد الولايات المتحدة الأمريكية ويطالبونها بأن لا تشعل حربا إقليمية في المنطقة وأن لا ترد ولكن المملكة العربية السعودية ما هو دورها في هذا العالم؟ ما هو دورها في المنطقة؟ أنا أريد أن أسألكم بصراحة والله ربما تقولوا أن حسامي يكرهنا والله لا أكرهكم أنا صراحة يعني أنا أشفق عليكم ربما يعني أنتم ما هو موقعكم الآن في منطقة الشرق الأوسط؟ هل لديكم أسلحة فعالة مثلا؟ صناعات محلية؟ تستطيعون أن تفرضون أنفسكم بها؟ أنتم الآن يعني لو تغيب عنكم الحماية الأمريكية يسقط كل شيء أنتم غاضبون لأن أمريكا صحبت بطاريات الباتريوت من داخل المملكة وقلتم سنقبل باتفاق تطبيع شرط أن يكون هناك اتفاق أمني ملزم مع الولايات المتحدة الأمريكية شفتوا الذل والهواني اللي ينتم فيه لو استثمرتم أموالكم في الصناعات وفي العلوم وفي تنشئة شباب يعني مثقف شباب يعني مختص في مجالات متطورة تكنولوجية تقنية وفي ميادين اليوم مهمة في العالم لكنتم في وضع أحسن ولكن مع الأسف اليوم في المملكة العربية السعودية هناك مجتمع يغلب عليه الاستهلاك بسبب الطرف الموجود هل هذا الطرف في صالحكم؟ أنا أقول لكم لا أنتم تقولون أحنا دولة عظمى والمملكة العربية السعودية العظمى ونقود العالم العربي والإسلامي بأي شيء تقودون العالم العربي والإسلامي أنتم تخنون قضاياكم أنا كتبت في تويتر أمس عملت تدوينة وشفاها الكثير من السعودين تفعلوا معها ومع الأسف لم أستطع قراءة التعليقات لأنه بصراحة أنا صدمت بالمستوى يعني المستوى المعلقين تعليقات هابطة كلام بذيء من مغردين ويعني معلقين من بلاد الحرمين الشريفين مع الأسف قلت لهم أنا يعني قلت لهم أنصحكم بأمانة نصيحة لله في سبيل الله كلفوا شركة صبر أراء تقوم باستبيان أنتم ما تقولوا إحنا نقود العالم العربي والإسلامي يلا أعملوا صبر أراء للعالم العربي والإسلامي للمواطنين اسألوهم يعني عن رأي المواطنين في سياسات المملكة العربية السعودية وخاصة في القضية الفلسطينية سترون أن العالم العربي والإسلامي اليوم الذي تدعون أنكم تقودون زورا وبهتانا يعني صاخت على سياساتكم والله العظيم أنا نقول لكم راجعوا أنفسكم سراحة لأنه راجعوا أنفسكم قبل أن يكون هذا متأخر جدا أنتم مثلا تقولون أحنا غريبنا إيران وننافس إيران وعننا صراع استراتيجي مع إيران ولكن سياساتكم أنتم يا الإخوة في المملكة العربية السعودية سبحان الله سياساتكم تخدم إيران لما تكون إيران الشيعية مع اختلافي مع عقائدهم طبعا إيران الشيعية تجدونها محافظة شعب محافظ يسعى إلى تصدير فكره الديني والعقائدي ويحافظ عليه ويدافع عليه وأنتم في المملكة العربية السعودية تحاربون الذين يتحدثون بالدين بالقرآن تحبون فقط دعاة الصلاطين تحبون شيوخ الصلاطين الشيوخ الذين يفتون بحرمة الخروج عن الحاكم طبعا المملكة العربية السعودية النظام الموجود يعني مش نظام إسلامي على أسف يعني هل في الإسلام هناك وراثة في الحكم الله سبحانه وتعالى قال وأمرهم شورى بينهم لا توجد وراثة ولا يوجد حكم للعائلة أبدا لا ولاية ولا وراثة هناك شورى وأعظم يعني تطبيق للحكم الإسلامي هو ما يجري الآن في الغرب انتخابات أحببتم أم كانتهم يعني هذه رسالة لكم وللأخوة اللي يؤمنوا بموضوع الولاي صراحة يعني أنتم عندكم يعني نظام حكم هذي شؤونكم في النهاية ولكن أنتم يعني تقومون بسجن الدعاة كثير من الدعاة اليوم اللي كانوا موجودين في سنوات ماضية اليوم موجودين في السجن عندكم هوس بمحاربة شيء اسمه الإخوان وهذا جعالكم يعني تحاربون المقاومة في غزة تحت ذريعة أنها مقاومة إخوانية تحرضون عليها وتشويهونها وإعلامكم يشويها ويحرض عليها يوميا قناة العبرية وقناة الحدث حتى أنه الإسرائيليين يقولون الآن أنه السعودين والإماراتيين الإمارات طبعا تشترك معكم في محاربة يعني الإخوان أو حماس الإسرائيليين يقولون أنه الإماراتيين والسعودين يقولون أنجزوا المهمة أتموا المهمة شوفوا إلى الوידאו اسكمي أبرهام אבל بإماراتيين يقولون اسكمي هجنة لشمك هم خطموا إتنا الاسكמים שנجن عليهم مبني إيران שמתكرمت إليهم وبحينتهم خوتهم זה إيران وبحينتهم אנחנו أسهم التعبودة وإن אפשר رأي לעשות את זה יותר טוב وبشيط هم هايما 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 معادفين אבל בהחلت لا رأك مخيو الدليل على صحة كلام هذا الصهيوني طبعا لا يأتي أحدكم ويقول والله حسام يستشهد بصهيوني ولكن الدليل على صحة كلامه أنه أثناء في خضم العدوان الصهيوني على قطاع غزة المملكة تخوض مفاوضات للتطبيع مع الكيان الصهيوني برعاية أمريكية نتنياهو يتحدث ويقول سنعمل مع حلفائنا في المنطقة يعني من أجل التصور اليوم التالي للحرب في غزة الولايات المتحدة الأمريكية تقول سيكون هناك حلفاء لحماية إسرائيل من الهجوم الإيراني المحتمل أنا ليش أقول هذا الكلام أقولكم والله يا الإخوة يعني يحزيرني طبعا كمسلم يحزينني أن أرى أنه المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين أصبحت بهذا المستوى اليوم في مكة المكرمة يتم بناء أكبر سينما ويعني جعل الشباب اليوم يتربى على الرقص والترفيه والابتعاد عن الدين وعن القيم وعن القضايا حتى أنه يعني في التويتر تشوفوا سموم تشوفوا أنه الشعب مدمغش بطريقة أنه يهاجم المقام يعني شي فضيع أنا أراه صراحة ما الذي يحدث عندكم العربية غسلت لهم أدمغتهم عندهم بنسبة لهم المقامة أخوان يجب أن يهاجموا الأخوان ماذا فعلوا لكم الأخوان يعني أنا لست أخواني ولكن سؤال ماذا فعلت لكم الأخوان مثلا هو عنده بن سلمان عقدة يقول لك الأخوان ربما يحرضون على حكمي هذه عقدة بن سلمان ولذلك يجب أن يتم القضاء على الأخوان بالنسبة له يعني الأخوان أخطر من الصهاينة يتحالف مع الصهاينة ضد الأخوان عادي يا رسول الله